اهلا بخضراتكم الحلقة الاسبوعية بتاعتنا اللي بنناقش فيها التوسعات بتاعة الحرب في منطقة الشرق الاوسط بنتكلم فيها على المقلات والتحليلات اللي منشورة على المينستريم ميديا او الليجاسي ميديا في امريكا وهي المملوكة للدولة العميقة او من خلالها بنقدر نشوف امريكا او اتجاه الاعلام الامريكي مفيش طبعا اعلام رسمي ولكن خلينا نسمي الاعلام الرسمي او الليجاسي ميديا بتزوء الوعي والفكر والرأي الامريكي والغربي في اي اتجاه وضحت طبعا في الفترة اللي فاتت ان الميديا المتحكم فيها في امريكا بتتبع احد الاقليات اللي لها اتصالات بالصهيونية وتدعم اسرائيل يعني بعنيهم مغمضة بايا كان بالكسب بالتضليل بالحقايق بالتدليس باللي بييجي تحت اديهم اهم حاجة ان اسرائيل هي اولا وبالتالي بتبقى الميديا بشكل عام هتلاقيها غريبة جدا ما بين امريكا وانجلترا ان هم تقريبا بيقولوا نفس الكلام حتى لو كلام غلط يعني دي برضو حاجة ملحوظة كده وفي كلام ما بيتقلش خالص يعني مثلا حنشوف النهاردة مع بعض ايه اللي بيحصل في اماكن تانية وازاي مثلا الحوسيين ردودهم واللي بيردوا بي او الضربات اللي بتحصل في البحر الاحمر اصبحت الان غائبة تماما عن الميديا الامريكية او الميديا الغربية او الميديا الانجلوساكسونيان يعني او الانجليزية الامريكية بشكل محدد طبعا ما عادش خافي على حد ان السيسي عميد للصهيونية في مصر وانه هو سبب وحتمية دعم اسرائيل لي هي من خلال وعوده اللي ابتدت تتنفذ في الوقت الحالي وده احنا يعني شفناه جليا في المقار اللي اتنشرت طبعا احنا بنقوله يعني انا حتى نشرت على تويتر عندي وناس كتير اتكلمت وناس كتير نشرت يعني يا جماعة احنا بنقول كلام بقالنا سنين وها هو الكلام يتحقق واللي احنا فيه ده هي صفقة قارن بتتنفذ والغزة اسرائيل عايزة تستحوذ عليها بالكامل طبعا مش هكلمكو على قبر الغاز يعني فيه برضو مقالة كتبت انا ما حطتهاش طبعا ان انا تركيزي بشكل مكسف على العمليات العسكرية وتطور الحرب وكده يعني كنت احط المقالة دي وبعدين قلت ايه فيه ناس تانية بتتكلم في الحاجات اللي هي اللي لها علاقة بالاختصاد فما اتكلمتش فيها ولكن ابتدى يطلع كلام عن ان اسرائيل قدت عقود لشركات علشان البحث عن الطاقة امام السواحل الغزاوية طبعا ده بعد سرقة الارض احنا دلوقتي كمان سرقة الموارد وهل هتحقق الحلم الاسرائيلي ام ان شاء الله تنجح المقاومة ونلاقي دولة فلسطينية زاد سيادة غير محتلة على كل الارض بقى وما عايش معهم يهود في سلام على بلدين جنب بعض احنا زي ما اتفقنا ان اللي احنا دخلين فيه ده حاليا واحنا خارجين منه الدنيا مش هتبقى مترتبة بالشكل اللي احنا عيشنا عليه وشوفناه كل الاجيال من ما بعد الحرب العالمية التانية وحتى مشارف الحرب العالمية التالتة ما بين الحرب العالمية التانية والتالتة فيه نظام عالمي بشكل معين ما ندخل حرب العالمية التالتة ونطلع منها النظام ده هد وابني على جديد ده بتبقى النتيجة العادية وده اللي انا قلته قبل كده اكتر من مرة بشكل شخصي وللناس المتابعين ليا وليكوا ويعني في كل حتى ان امريكا بقالها كتير هي اللي مسيطرة على الرأي العام العالمي وعلى القرارات الدولية ويبتدت تظهر قوة تانية قوة اقليمية قوة اتحادات تحالفات وليها رأي مخالف رأي الامريكي وحب ان هي تنفذ رأيها ده بقوتها يعني كل واحد لي قوته فعلشان توصل للمرحلة دي لازم ترمي بياضك خلها نوصل لمرحلة حربة عالمية ومواجهة مباشرة ما نعرفش هل كل واحد هيلزم حدوده عند نقطة معينة ما نعرفش مثلا امريكا تقول طب يا جماعة خلال نقعد ونهد ونتكلم ونبتدي من قوله جديد او ان الصين وروسيا يبتدوا يشدوا امريكا في اتجاه مواجهة مع الغرب ونلاقي ان في حربة عالمية شاملة بمواجهة كاملة بين قوة العظمة الغرض فيها تكسير بعضها ونخلص منها بان في قوة تانية شرقية صينية روسية لها دور في النظام العالمي الجديد اللي بيحصل حاليا هو اعادة ترتيب لنظام العالمي القديم والخروج منه بنظام العالمي جديد وهنشوف هترسى على مين البيك بوس عايزين بس من اول حاجة نحنا نتكلم على المقالة اللي نزلت على والو ستريت جورنل بتاريخ خمستاشر يعني اول مبارح يعني هو ابتدى يكلم على المنطقة العزلة اللي مصر بتعملها غرب يعني من ناحية الحدود اللي مبينها وبين غزة وهي معزولة بحوائط خرصانية ومتقفل عليها من كل ناحية وهنشوف حتى على الخرايط احنا عندنا في الخرايط اللي هنشوفها النهاردة هنقدر نشوف الدنيا قبل وبعد كانت شكلها عامل ازاي بس خلينا بس انا حابب ان انا اقرالكو شوية من المقال ده لانه مقال بيهمنا بشكل شخص يعني تقوم مصر ببناء سياج مصور بمساحة تمانية ميل مربع يعني 20 كيلو تقريبا صحراء سيناق بالقرب من حدود لمنع الفلسطينيين من الدخول اذا تمكنت اعداد كبيرة من سكان غزة من الدخول ويمكن ان يستوع بالسياج اكتر من مئة الف شخص لو تفتكروا في بداية الحرب ان السيسي اصلا قالك انا محضر مستشفى ميداني تسعى لعشر تلاف بني ادم والكلام ده كان كل اللي ماتوا في شمال قطاع غزة كان الف كان الف ومتين واحد طب انت يعني ماشي ببعضة فلوسك ليه كده يا فييس يا فييس اوي يا شحات يا جربوع ماشيت يعني مائة الف واحد تقول له من عندي مستشفى تشيل عشر تلاف هو انت تعرف احنا ما نعرفوش يعرف انه هو جزء من المؤامرة على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية وانه بيكره غزة اكتر من الصهاينة نفسهم زي ما بيكره المصريين اكتر من الصهاينة نفسهم يعني انا مش عارف مش عارف خدت بالكو ولا انا بس اللي لحزت النقطة دي ان السيسي بيكرهنا اكتر من الاسرائيليين بيكرهونا يعني غريب غريب وسكوتكو غريب بس فيه فقرات في المقالة المهمة زي مثلا نفي محافظ شمال سينة ان احنا بنعمل مخيم للاجئين فيه مثلا برضو قالك ابتدوا ينقلوا اكتر من حاجة ابتدت تنقل عن مؤسسة سيناء الحقوق الانسان وهي محترمة جدا واسبتت كمؤسسة اسبتت نفسها الفترة اللي فاتت يعني دقة الاخبار وحساسية وقتها وحساسية خروجها والتحليلات اللي بيقولوها ناس لها شديد الاحترام بيقولك بقى ايه في الاخر المقالة قال مسؤولنا محللون اقلميون انا مصر تقوم ببناء مخيم محصن لمنع تضفق اللاجئين الفلسطين عبل الحدود والذي يمكن استخدامه في نهاية المطاف بطرق مختلفة ممكن كده يعني ممكن نعمل فيه مستشفيات بقى ممكن يبقى سجن مفتوح وده في الغالب اللي هيكون يعني انا ما تفتكروش ان عبدالفتاح السيسي هيحب الفلسطينيين اكتر ما بيكره المصريين هو بيكرهنا كلنا زي بعض زي الصهينة يعني يعني زي اي حد صهيوني من موليد اسرائيل او اهل يهود او بيكره العرب وشايف عليهم ان هم جويمز وشايف ان هم الاخرين او الحيوانات البشرية او 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 هكذا انظرنا هذا الجربوع يعني عشان تبقى برضو عارف مكانك في عينين حتى الان السيسي مخرجش يقولك ايه اللي بيحصل على حدود بلدك ولا احنا ايه المخضط بتاعنا لانه هو كلب صرصور جربوع جزء من المؤامرة نفسها عبدالفتاح السيسي هو جزء من المؤامرة يعني مش واحد عاد مش فاهم مهم يعني في الحتة دي انا بس كنت حابب ان انا اوريكو شكل الخريطة عمل ازاي في المنطقة هنا هتلاقي هنا دي المنطقة دي هتلاقي الحتة اللي باللحمر دي اسمها فورت فايد كامب ده يعني معسكر محصن والمنطقة الخضرة دي قال لك بوفر زون اراون بوردر ويتجازة ده زي الحشوة يعني او منطقة عزلة مواجهة لقطاع لقطاع غزة وده المكان اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو حوالي 20 كيلومتر مربع اللي بيسع 100 الف بني ادم ده اللي هو الجزء اللي باللحمر اللي من تحت برضو في جزء تاني ظريف جدا كده في المقالة هو برضو ايه عايز يفرجك على شكل الخريطة فانا حبيت برضو ايه ده ده الخريطة دي يوم 4 فبراير ويوم 14 فبراير طبعا نسيبك من الضل اللي تحت ده ده ضل السحاب ده ضل السحاب بس بص المناطق المجرفة بقى بص CC بينظف دي المنطقة اللي هي العزلة البوفر زون وشكل ان هما بينظفوا هنا ايه بيعملوا مساحات شاسعة اه الاخبار اللي جات لان فيه 3 كمبات مش كامب واحد بيتعملوا بس يعني خلينا ماشيين مع الاخبار اللي احنا بنقرأ منها بس انا بقولك الاخبار اللي جات اللي بشكل شخصي ان هما فيه 3 كمبات بيتبنوا فده كانت المقالة دي كانت بصراحة مقالة يعني اخيرا ابتدت اللي جاسي ميديا تتكلم في حتة ان اسرائيل دخلة في المراحل الاخرانية في موضوع صفقة القرن اللي مصر الصهيونية شريكة فيه وليها دور مباشر بافقار وتجويع وتعطيش وقتل بالبطيق لاخواتنا الفلسطينيين عن طريق منع الاكل والشرب والعلاج وتمكين اسرائيل من التحكم في حدودنا مع دولة اخرى لدرجة ان المصريين اللي في غزة ما يغشوش مصر الا باذن اسرائيل يعني انا ما اعتقدش ان فيه اي دولة تقدر تتحكم في حدود اي دولة تانية بالمنظر ده الا طبعا لو كان رئيسها عميل وكان برخيص بالفلوس تجيبه وبالفلوس توديه وبالفلوس تخليه يعمل ويقول كل اللي نفسك فيه وده طبعا المتن المكسور المقطف الفاشل الجاهل الجربوع بلوحتي انا بس اام فيه برضو المقالة التانية اا اللي حابب ان انا اتكلم عليها مع حضرك كل نهاردة هي مقالة على الاكونوميست هما كانوا بيتكلموا هنا مش مقالة هو زي تجميعة للأخبار بتاعة أهم الأخبار اللي موجودة في العالم فلاقيت أن هما بيتكلموا فيها الموضوع نفالاني الروسي اللي مات في السجون بيتكلم على رفض محكمة العدلة الدولية للطلب بتاع جنوب أفريقيا يعني بفتح التحقيق تاني بخصوص اللي بيحصل أو التهجير المتوقع والضرب المباشر على أسحى مكان في العالم وهي غزة برضو في بيكلم على الحوسيين ومسئوليتهم عن الخراب اللي حاصل في منطقة البحر الأحمر وضربوهم للحويات ولمراكب الشحن اللي بتعديه في البحر الأحمر برضو كانوا بيتكلموا على مؤتمر الأمن بتاع اللي اتعمل في ميونيك وحضرته الصين وحضرته أمريكا ويعني كان دور العظمة كتير حضرته يعني بيحاولوا أن هما يضيقوا على الصين في المؤتمر ده اقتصاديا وبعدين اتكلموا كمان على اليابان وأن هما نجحوا في نيو اتش ثري فلاكشيب روكت افتر سيفرال سيت باكس لاست يير وأن هما حيطلعوا عشرين ساتيلايت مستعملين اتش ثري روكتس في عشرين تلاتين هيكون في عشرين ساتيلايت يعني اليابان دخلة في تكنولوجيا لساتيلايت بشكل جديد حاجات قوية وبعدين ان هما نويين ان هو يبقى فيه هبوط كمان على الأمر وتبقى خمس دولة حققت النجاح ده فده كان يعني زي الورلد مبريفين كده كان نازل على بس لحظة واحدة يو اس بلانس تسند ويبنز تو اسرائيل امت بايدن بوش فور سيس فاير ديل هو بيكلم على شحنة الاسلحة اللي امريكا بتحضر نفسها ان هي تبعتها لاسرائيل في نفس الوقت ان هما بيعملوا في يعني محاولات ان هما يعملوا اتفاق للهدنة ووقف اطلاق النار في الحرب تستعد ادارة بايدن لارسال قنابل واسلحة اخرى الى اسرائيل بما في ذلك ما يقرب من الف قنبلة من طراز ام كي اي تي تو وتقدر قيمة تسليم الاسلحة المختارحة الو اف ام وان ثرتي ناين وصممات قنابل ك ام يو وزخير لجوم مباشر والقيمة حكون بعشرات الملايين من الدولارات ولا تزال قيد المراجعة داخليا من قبل الادارة وتهدف الاسلحة الى تعزيز الترسان على العسكرية الاسرائيلية بينما تستعد لشن هجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة يعني هو بيحاول من ناحية ان هو يعمل ديل طبعا ده كذب ان هو يعمل ديل لوقف اطلاق النار ولكن هو في نفس الوقت اي هو بيقول كده باليمين علشان هو طبعا خايف من الناخب الامريكي اللي اسرائيل اتفتحت قطامه اصبحت متعرية تماما فبيحاول ان هو يطرطب عليهم في نفس الوقت بيحاول يدفع ان هم اسرائيل تحصل على الاسلحة والزخير اللي بحتاجاها وخصوصا ان الضرب شغال ما بين 14 و 15 ما بين اسرائيل ولبنان وفيه صوريخ اتضربت وفيه ناس ابتدت تموتها الطرفين لبنان فقدت حوالي عشرة في ضربة واحدة مدنيين واسرائيل ما اعلنتش مسؤوليتها عن العملية وما كانش فيه حد مثلا من اللي سقطه معروف او حاجة فلبنان الفترة اللي فاتت تعرضت لهجمات شديدة وانا متوقع ان هيكون الجابهة اللبنانية ليها دور اقوى الفترة الجاية المقالة برضو اتكلمت على ايه الانواع الزخير ويعني بقى ان امريكا بعتت لهم قبل كده 21 الف ساروخ موجه اللي هي اللي هي الدقة الشديدة وان هي بتدعم اسرائيل على طول الخط بقى لها التسعتشر اسبوع يعني الحاجات اللي هي تكفي اسرائيل ممكن تلتة اربعة خمس شهور قدام فقالك وانحاز بايدن بقوة الى جانب اسرائيل بعد هجوم حماس في سبعة اكتوبر لكنها وحث اسرائيل منذ ذلك الحين على تقليل مخاطر سقوط طحية من المدنيين كل واحد خايف طبعا بيغطي على البوبو يعني علشان ايه لو الموضوع قلب بقضايا دولية ومحاكم ومحاكمات يبه هم مش مطلوبين للعدالة الدولية زي الكلاب اللي بيحكموا اسرائيل ادت الحرب في غزة الى بقتر اكتر من 28 الف شخص معظمهم من النساء والاطفال وفقا لمسؤول الصحة الفلسطينيين وبدأت الحرب بعد ان شنت حماسه جوبا عبر الحدود تقول اسرائيل انها اصفر عن 1200 اسرائيلي معظمهم من المدنيين هو طبعا بيقولك معظمهم يعني فيه 600 عسكري ميتين منهم وفيه ناس ميتة بالضربات الاسرائيلية من جوة لكن طبعا ايه خلينا مع الاربعين طفل اللي اتقطعت رقبتهم والستات اللي يعني انا لغاية حتى كنت بكلم ناس اللي هم مدعمين الاسرائيل الامريكاني يعني اقول له معليش يعني اعذرنا انا راجل برضو يعني قولية في الستات وكده وفاهم الستات وبتاع هو انت هتبقى الحرب شغالة وناس بتهجم عليك وطائرات بتصطدك من فوق ودبابات شغالة وكده وبعد كده انت هيجيلك ايركشن وتبقى انترستد ان انت تجامع واحدة ست في هجوم جماعي طيب هتقولنا ما يزبط لكن هي طبعا كلها اكذيب 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 وفترة على اخواتنا الفلسطينيين علشان يبرروا المزابح ولا مبرر لاي مسبحة ايا كانت الاسباب فخليهم عندنا برضو على الول ستريت جورنل لا على نيويورك تايمز على نيويورك تايمز بتاريخ 16 فبراير ده بقى ايه مهرجان الاراضة والتحدي ده مهرجان الاراضة والتحدي ليه لان هو ابتدى يعلن لك بشكل مباشر ابتدى يعلن لك بشكل مباشر قالك اسرائيل was behind attacks on major gas pipelines in iran official say يعني the sabotage which analysis said marked an escalation in the shadow war between israel and iran caused sweeping disruption in several provinces يعني احنا دلوقتي بتاقينا نتكلم عن ان في مواسير بتاعت نقل الطاقة اللي جوه ايران حصل فيها انفجارات وتطلع عن نيويورك تايمز تقولك الخبراء بيقولوا ان اسرائيل هي اللي وراء التفجيرات دي في الحرب الخافية اللي ما بين سوريا واسرائيل على فكرة فيه مسلسل اللي عندهم الناس اللي عندها ابل كان فيه مسلسل معمول من وجهة نظر اسرائيلية وهم مسلسلين اجانب يعني امريكان وانجليز وكده وفيه طبعا اسرائيليين لكن فيهم مسلسلين ايرانيين ومسلسل كان اسمه تهران معمول عن عمليات تجسس اسرائيلية جوه ايران فالموضوع interesting يعني هو تقريبا تعمل منه جزئين انا كنت اتفرجت عليه ونزل على ابل ابل تي في اسمه تهران مسلسل حلو يعني هيفرجك على ان فيه لعب ازاي ما بيحصل ما بين ايران واسرائيل في الخفاء بقاله فترة هو طبعا منحاز لوجهة النظر الاسرائيلية ولكن مش مطلع الايراني اهبل يعني مطلع اتنين تقال بيلعبه مع بعض فهو كمسلسل جسوسية مسلسل حلو يعني اللي حابب يتفرج على حاجة زي دي فيه ناس يقولك لا انا متفرجش على اي حاجة فيها مش عارف اسرائيلي وانا فهم حقك طبعا ما قدرش انكره عليك انا بتكلم من وجهة نظر فنية بتدل على الحاجة او بتنم على الحاجة او بتفهمك العلاقة مش ازاي او ده عايز من ده ايه يعني تقدر تفهم كده من سياق الدراما اللي مطلوب يعني يمثل التخريب الاسرائيلي لاثنين من خطوط انابيب الغاز الطبيعي الرئاسياني في ايران تصعيدا ملحوظا في حرب الزل بين البلدين ادى الهجوم الى تعطيل تدفق الغاز الى عدة محافظات اه وتسبب في انقطاع واسع النطاق مما اصر على مليل المدنيين فبص على المقالة ووزير الطاقة بقى الايراني وكلام ده يعني بتلاقي اه ان تصعيد الهجمات على البنية التحتها الايرانية في الفترات الاخيرة كانت من الاهداف الاسرائيلية ومن محاولات التسخين الاسرائيلية ان هما يزوقوا ايران لمواجهة وبعدين امريكا تلاقي نفسها ان هي لازم تخش تتدخل علشان تدافع عن اسرائيل ولكن انا لما لاقي ان النيورك تايمز بجلالة قدرها طلعت قولك والله يا جماعة الناس اللي ضربوا عشان محدش اعلن مسؤوليته عن التفجير ولكن يطلع لك يقولك ايه الخبراء بيعتقدوا ان اسرائيل هي اللي وراء ضرباء علشان اول حاجة يخسل ايدين امريكا ما امريكا ما تلاقيهاش نفسها ايه اسرائيل ضربت ومقالتش انا اللي ضربت تقوم ايران ملبسها لامريكا فامريكا بقى ايه بتبعهم من الاول بتقولك يا عم مش انا اللي ضرب مش انا دختي مونة على رأيي معتز مطر فهو اختها مونة بقى اللي هي اسرائيل هي المتولية الموضوع بتاع الضرب واستهدف اللجوم التخريب قدت نقاط على طول خطي انابيب غاز رئيسيين انا ياسف لاحظة واحدة وان هي حصلت الساعة واحدة الصبح بالتوقيت المحلي في طهران في ايران ودع المسؤولون على الفور الاجتماع طارق حضراهم مسؤولون عن جميع جسد المخابرات والامن الايرانية وقال الخبير الاستراتيجي العسكري ان الحكومة الايرانية تعتقد ان اسرائيل كانت وراء الهجوم بسبب تعقيده ونطاقه لقد كشف الهجوم عن مدى ضعف البنية التحتية الحيوية لايران امام الهجمات والتخريب وستطلب الامر استثمارات كبيرة لحماية الشبكات الوسعة من خطوط الانبيب ايران مش واغدة على التخبيط ده يعني مش واغدة على التخبيط بالحجم ده حاجة جديدة عليهم حاجة جديدة بالنسبة لهم وبالتالي ابتدت تكشف لهم المشاكل اللي هم محتاجين يشتغلوا عليها علشان يقللوا تكلفة الهجمات اللي بالشكل ده الحرب بتتوسع زي ما اتفقنا الحرب مستمرة وعمالة تتوسع والبنزين عمالي قرب من النار والانفجار قادم قادم وانا متحليليا ومعلوماتيا قلتلكوا ان ارض المعاد هي سوريا كان فيه مشهد برضو من المشاهد اللي ظهرت الاسبوع ده ان انا شفت عربيات جيش امريكي دخلة العراق جاية من سوريا والناس وقفين في الشارع بيحدفوها بالطوب لحظة واحدة معلش مقالة تانية نبقى نتكلم عليها كمان شوحي فاللي بيحصل ده بيخلي ان يعني ان واضح ان امريكا بتدت تخلي مواقعها اللي موجودة جوا سوريا وتفتح المجال ان لو دخلت خرجت من سوريا بقت كده والعراق سمحت لقوات ايرانية تدخل سوريا حتة اللي هيعدوا منها ما هياش حتة كبيرة يعني خصوصاً لو ما فيهاش معارك لكن التقاقر الامريكي من المناطق السورية لداخل الاراضي العراقية بيدول ان اصبح الاعادة يعني الاعادة التقييم بتاع المنطقة خلى ان امريكا شايفة ان وجود قوات ليها في سوريا اصبح شيء غير مخدي غير مخدي مخدي عندنا كمان على الواشنطن بوست اه دي بقى دي بقى هقولك انا بقى تفرج على اللعب تفرج على اللعب بقى كيف تهبط الطائرة هنا بقى هو في المقالة دي بيكلم على اللي انا قد دي المقالة اللي انا قلت لكم انا بقى نتكلم عليها بعدين دي اللي هي ايه اللي فيها الراجل الروسي اللي مات في السجن وقدي ايه الغرب زعلان عليه بس انا يعني فيه حاجة برضو حلحقك بيها مش هتلاقيها في الميديا الرئيسية لا 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 يعني حفاهمك يعني حاول اوضح لك ليه توفى زعيم المعارضة الروسي وهو ناشط بارس في مكافحة الفساد وبطل الديمقراطية فجأة في مستعمرة سجن الروسية في القطب الشمالي في 16 فبراير 24 مبارح يا ققبلت وفاته بالسطمة والادانة من سعماء العالم والقى العديد منهم اللوم على الروسيا الحكومة الروسية على الروسيا والحكومة الروسية لقتل ورطلب قوام قاوم نافلني وصفه بالمنشق وسعر بدلا من ذلك الى ان ينظر اليه على انه سياسي لديه تطلعات لتحدي بوتين في انتخابات حرة ونزيهة ولكن بعد الحكم عليه بالسجن 19 عام سنة 23 تحكم عليه بالسجن المدة 13 سنة تقبل مصيره كسجين سياسي وتأتي وفاته في الوقت الذي يقوم فيه بوتين بحملة لاعادة انتخابه بشكل شيء بمؤكد الشهر المقبل دون معارضة جدية يعد فقدان صوت نافلني القوي والشجاع بمثابة ضربة مدمرة للمعارضة الروسية والناشطين الليبراليين المناهدين للحرب الذين ماذالوا يقومون بوتين وخاصة من خارج البلد ليه انا بقولك بقى ان هما الناس دي مستعبطة ومزودين فيها قوي على الاخر يعني لان هما عملين يتكلموا على واحد روسي معارض روسي رجع روسيا بمزاجه وتسجن في سجن روسي وتعذب ومات انا طبعا ضد كل ده انا كممكن ابقى هذا الشخص من سنة بس يعني من سنة بس كممكن ابقى اكون انا هذا الشخص في البلد اللي انا طالع منه اللي هي للأسف للأسف يعني بلدنا اصبحت بهذا المنظر بس انا بشكل شخصي علشان اقدر ان انا اقيم الموقف ده واقول يا سلام على الانسانية ويا سلام على الناس واشوف قد ايه صعبان عليهم ان احد رجال الديمقراطية في العالم اللي تحدى بوتين وقف يقول له لأ الرجل ده يعيني مات في السجن طبعا مأساة مأساة بنت كلب طيب فيه حاجة تانية بقى حدش تكلم عليها خالص بما فيها امريكا لمواطن امريكي مات فين بقى مات على قدين على قدين السجان بتاعه في اوكرانيا يعني اوكرانيا الزبالة اللي حطين عليها اراجوس وهيوني كان بيرقص ببدلة رأس فاعياد الميلاد عملوها فاندي حاجة كده زي الجربوع بتاعنا يجيبوا جربوع ويخلوه يمسك بلد محترمة فهم جابوا الجربوع بتاعهم الرقاص بقى يعني احنا عندنا عندنا المعرعر بس هم عندهم الرقاص فجابوا الرقاص وخلوه يبقى هو الاراجوس بتاعهم هناك ليه بقى انا ليه انا بقول لحضرتك الكلام ده حضرتك الكلام ده عشان انت لما تيجي ببص على معارض امريكي للحرب كان قاعد في اوكرانيا ورجل ده بيكتب مقالات وبيبلغ على اللي بيحصل في اوكرانيا والفساد المالي والاداري في اوكرانيا وازاي اموال دفاع الدرائب الامريكية بيتم غسلها في اوكرانيا وبيتم توزيعها في اوكرانيا على سلة من الفسد العسكريين سبحان الله رب سمعت فينك او بسمع الفسد للعسكريين بفتكر الريحة الوسخة والاشكال الوسخة بتاعت الجنرالات اه اه معفنين اه معفنين الجربيع الجربيع فقال لك بقى ايه يا معلم قال لك هنا هو على نيوزويك هتلاقي دي هتلاقي دي هي المجلة اللي يعني اللي هي بي كلاس بي يعني نيوزويك دي بقى مش نيويورك تايمز والكلام ده لو دورت على الاسم ده اللي هو جونزالو ليرة مش هتلاقي خبر انه هو مات على جرائد كبيرة وما برغم انه هو صحفي امريكي قاعد في اوكرانيا وبيتكلم على الحرب ومات في سجن اوكراني وكان عامل فيديو قبل ما يتقبض عليه قال لك انا داخل على حدود رومانيا ولو مسكوني على الحدود وهخش السجن وهقتلوني هناك وي 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 لان هو كان فضح حاجات على زيلانسكي ووحماته وامه بقى واهله وكلهم ازاي بقى العيلة كلها بقت عيلة مليونرات بعد ما كانوا شوية قراجوزات رقصين ساقاينة كلاب جربيع ما يسووش الهدوم اللي هم لابسينها حاجة كده زي بقى لحاو انتصار انه هما دلوقتي بقوا ملياردرات فقال لك ايه لما تلاقي العنوان على نيوزويك بيقول لك ايه who is جونزالو ليرا برو بوتين امريكان اكسبات dies in Ukrainian jail بص العرض بص العرض بتاع الكلام جونزالو ليرا ده مين ده امريكي داعم لبوتين اكسبات يعني عايش بره شغال بره يعني هو امريكي اه بس مش عايش في وسطنا عايش بره ومات في السجن في اوكرانيا وهو مؤيد لبوتين فالناس تقول لك اه جاسوس بقى عميل لبوتين هو الراجل اللي كانش بتكلم على بوتين خالص الراجل كان بتكلم على اموال دفاع الدرائب الامريكية وان فلوسهم بتتاخد تتغسل وتتوزع وتتفرق والحرب مش هتوصلنا لأي حاجة في اوكرانيا لما تيجي تدور عليه بقى في مجلة تانية يعني مثلا انا لقيت من ضمن الاخبار اللي مكتوبة جورنان مش مشهور ولكن هو فنلندي اسمه هلسينكي تايمز هلسينكي تايمز بتقول لك ايه بقى في البلاغ على نفسه الراجل ده مات في يناير اللي فات حتش تكلم عليه خالص ولا قال لك خسارة لل 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 الصحافة الامريكية ولا الخسارة للإعلام الامريكي ان احد صحفيها المقيم في اوكرانيا الحرب والكلام ده كله ولا كأن في اي حاجة خالص فهلسينكي تايمز بقى قالت لك ايه بص بقى هلسينكي تايمز بتعرض لك الخبر بشكل مختلف خالص يعني مختلف خالص عن اللي انت شايفه The tragic end of Gonzalo Lira A voice silenced in Ukraine تكلم على الراجل ده توفى زعيم لا مش دي سواني هو هنا بيتكلم على The tragic end of Gonzalo انا اناسف بس حصل لغبطة كده قدامي وتكلم بقى ان هو كان voice وكان critic وفي 22 عمل ايه وفي 23 عمل ايه يعني هو الراجل من الناس اللي تكلموا جامد ومن الناس اللي صوتهم عالي ومن الناس اللي اتقابل مع تاكر كارلسون وكلم مع ايلون ماسك الراجل يعني ليه تقلو وكان بيحاول يبلغ على اللي بيحصل من الحرب وتقابض عليه وترمى في السجن في اوكرانيا وتقتل ولا حد عبره ولا حد عبره احنا عايشين في مصيبة في امريكا ان هما بيحاولوا يعملوا الناراتف او الحكاية اللي بتتحكي ان هما بيقولوها بشكل معين مش عايزين اي حاجة تهز الصورة دي يعني لازم اوكرانيا تبقى حلوة على طول الطريق ماينفعش انهز صورة اوكرانيا او نتكلم كلمة وحش لازم بوتين يطلع وحش على طول الطريق ماينفعش برضو ان احنا نسمع منه او ان هو يقول حاجة وحشة او 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 ف فده اللي يخوفك ان الناس دي نوي على ايه الناس دي عايزلنا ايه الناس دي بتزق امريكا في ايه كل اللي انا شايفه النزاق في اتجاه تشويه مستمر وبناء قصة هتفضل تتصارع في اتجاه روسيا واوكرانيا اصلا لسه اواخد على افاها من كم يوم فدي يعني كويس انها جات فواءنا للناس انه متخد منهم حطة ارض كبيرة مدينة كبيرة ومدينة لوجستية مهمة لمدينة عسكرية اخرى نشوف مع بعض المقالة اللي على نيويورك تايمز دي اللي هي بتتكلم على السقوط المدينة الأوكرانية خوفا من اني تم تحوتهم وانا هوريكينا على الخريطة ما كانون فين خوفا من ان يتم تحوتهم من جميع النواحي ومع عجز الزخيرة يعني بص هنا دي الخريطة المناطق المهشرة دي اللي هي اللي فيها الخطوط المقلمة اللي بالطول دي عسكريا بيقولوا عليها المناطق المهشرة هنهشرها مع بعض ففي المناطق المهشرة دي دي مناطق بتستحوز عليها روسيا من يوم 13 كل المناطق دي افديفكا دي اللي هي المدينة اللي في النص اهي اللي احنا شايفينها اللي هي متحوضة باللبي دي دي اللي خرجت منها قوات الأوكرانية خوفا من ان هم يتم التحويت عليهم لان انت زي ما انت شايف ادي هو مناطق هنا مهشرة دي من اليوم اللي قبلها ابتدى يقفل عليهم من كل ناحية ابتدى يقفل عليهم من كل ناحية اعتقد ان هم خروجهم هيكون في الاتجاه الشمال الشرقي يعني اما خرجوا من هنا يعني هو ساب لهم المنطقة دي مفتوحة بس دي تبقى زي كماشة ممكن تتقفل عليهم او ان هم سابهم اعتقد ان هم لما يخرجوا هيكونوا خارجين من المنطقة دي لان خلاص اصبحت كل المدينة تحت سيطرة روسيا في تطور حديث ابرت اوكرانيا بالانسحاب الكامل من دي من افديفكا المدمرة والتي كانت معقلا عسكرية لانما يقرب من عقد من الزمان يعني بقى لها عشر سنين منطقة عسكرية كان ساكن فيها حوالي 3040 ألف واحد اصبحت مدينة جوستاون طلع منها دخان وخلاص على كده ان هي كمان اه توفر خسارة افديفكا لصالح السيطرة روسية فرصة لروسيا لتحريق قوتها ومعداتها بشكل اكتر كفاءة بينما تضغط في اتجاهات اخرى تكمل اهمية الاستراتيجية المدينة في دورها كنقطة قوية في نظام الدفاع الاوكراني حيث تحمي مدينة بوكروفيسك القريبة وهي مركز لوجيستي للجيش الاوكراني يعني هي بتحكم مدينة هي بتحمي مدينة تانية هي منطقة عسكرية ولكن وجودها في المكان ده وجودها قحصنة عسكري في الجنوب الشرقي الاوكراني بالشكل ده ده كان بيوفر حماية لمدينة تانية المدينة التانية دي ليه علاقة بالإداريات بتاعت الجيش الاوكراني مركز لوجيستي او يعني جزء من السبلاي تشين او سلاسل الامداد اللي بتوصل الاعاشة والامداد والاخلاق للقوات الاوكرانية على الجبهة فسقطها طبعا مش كويس وخاصة ان بايدن لغاية دلوقتي فشل ان هو يجيب الفلوس اللي هو محتاجها لدعم اوكرانيا وده يخلي اوكرانيا تخسر بانتهاء الدعم اللي بيوصل لها فيه بقى ناس تقولك يعني ما بين اوكرانيا وبين امريكا فيه 27 دولة يعني هل معقولة ولا دولة فيهم وشايفة ان اوكرانيا ليها لازم تقف جنبها الا امريكا يعني فين الدول اللي في لو روسيا وحشة اوي كده غير طبعا الاصوات اللي بتدافع عن بوتين وبتقول الراجل بيقول بصراحة ان هو مش عايز حاجة من اوروبا وان هو مش هيهجم على اوروبا وده موضوع خاصة ما بينه وبين اوكرانيا يعني فيه دوشة فيه دوشة سياسية مع الدوشة العسكرية النتيجة فيه تصعيد في كل الاتجاهات فيه بقى في الداخل الامريكي فيه حاجتين مهمين اول اول حاجة الحكم اللي اخده ترامب مبارح ب360 مليون دولار ومنع من ادارة اعماله في نيويورك الفترة الجاية بالكامل لمدة ثلاث سنين او حاجة زي كده والقاضي والبرسكيوتر يعني القاضي طبعا القاضي متهم ليه اتهامات قبل كده بالفساد ولما دورت وراه لقيته من ولاد العم بس هي قصة ان هم ولاد العم واقفين ورا بايدن فامريكا اتنين في المية منها ولاد عم ولاد عم منا يعني اتنين في المية بس هل معقولة من كل القضاء ملاقوش اللي احد القضاء اللي من الاتنين في المية سكان امريكا ان هو بايدال قاضي بتاع ترامب ويدي له حكم 360 مليون دولار يعني بينشف له جيوبه قبل دخول الانتخابات اللي هو مش قادرين يوقفوه بشكل قانوني فبيوقفوه بشكل اقتصادي عن طريق احكام انا مش ب يعني مش بتدخل في القرارات بتاعت المحكمة ولكن هو نفسه ترامب هيعمل استقناف للقضية بتاعته وهيبقى لسه فيها كلام تاني الحاجة التانية في امريكا اللي ابتدت تظهر مؤخرا هي ان الجماعة السود في امريكا البلاك كوميونيتي والبلاك تشيرش او الكنايس الخاصة بالسود ابتدوا ان هم يوقفوا مع فلسطين بشكل رسمي دعا مجلس اساقفة الكنيسة الاسقفية الميثودية الافريقية الى الوقف الثوري للدعم المالي الامريكي لاسرائيل مشيرا الى انها تدعم الابادة الجماعية ويأتي هذا البيام ردا على الصراع الدائر بين اسرائيل وحماس والذي اصفر عن مقتل اكتر من 28 الف شخص كثير منهم من النساء والاطفال دي مجمع الكنايس السوداء فيه كنايس للسود وفيه كنايس للكوريين حتى لو كاسوليك كوريين هي باسمها الكنيسة الكورية الكاسوليك كني يعني انت فاهم امريكا كل الاديان وكل الملل وكل الكفرة وكل المؤمنين يعني من كل حتة كل واحد بيمارس دينه بطريقته فده مجمع للمسيحيين السود ولا تستقلوا بهذا المجمع الغالبان دايما ملوش اللي ربنا ودي كنايس بقى الناس الغلابة اللي ملهاش اللي ربنا وقع البيان الصدر من مجلس اساقفة الكنيسة اربعة من كبار الاساقفة من بينهم رئيس المجلس الاسقفي ستافرد جيان ويكر ويذهب الامري الابعد من مجرد طلب وقف اطلاق النار حيث يصر على ان توقف الولايات المتحدة دعماها المالي الاسرائيل على الفور يعني مش بس انا بقولك ما تديدوا السلاح اوقف اي دعم الاسرائيل دلوقتي تضغط الكنيس السوداء وجامعات الدينية الاخرى من اجل وقف اطلاق النار منذ اشهر حيث قام زعماء الدينيون السود عبر التواقف بتدخيم دعوتهم مع ارتفاع عدد القتلى وتسبب الصراع في توطر علاقة بين الرئيس بايدن والامريكيين من اصل افريقي الذين تناولوا القضية الفلسطينية وهي دي كناس بتضم اكتر من 3 مليون عضو في جميع انحاء العالم مكانة خاصة في الجهود المفزولة لدعم الامي وتحتل الكنيسة الرئيس بايدن لكن الحرب في غزة ادت الى قرار صعب بالنسبة للكنيسة حيث تعتبر نفسها حليفة لليهود لكنها تعتقد ان تصرفات الحكومة الاسرائيلية غير مناسبة ومدمر يعني برغم ان هم داعمين لليهود ولكن الاسرائيل بتعمله لا وانتقد رئيسها التكتيكات اللي بتعملها اسرائيل دا كانت زيارة الشهر اللي فات من الرئيس الامريكي لأحد الكنيس ابتدت الناس تقطعوا في الكنيسة اعتقد ان انتم ممكن تكونوا شفتوا فيديوهات للموضوع دا قبل كده ان الناس ابتدت تقطعوا وتقولوا أو تسألوا انت ليه بتدعم الجينوسايد بقى سؤال مباشر موجه بشكل مباشر انت بتدعم المزابح البشرية ليه يعني انت مش بيسألوه بقى هو بيسألوه ليه فالحاجة التانية برضو اللي كنت حابب ان انا فرقكوا عليها اللي انا شايف ان هي ابتدت تلفت نظري واعتقد ان هي الفترة الجاية هتلفت نظرنا جلنا هو ان الاعلام الاعلام الردود بتاعة الحوسيين ما بتظهرش في الميديا ايش فهم ليه يعني ليه يا جماعة يعني ايه الفكرة فخليني افتح حاجة كده اواريكو اهمية الكلام وازاي كلام زي ده لا الميديا الامريكية بتجيب صرته ولا بتقول عليه اي حاجة سويني كده مشكلة في الصوت قول يا برينس قول يا برينس البحر الاحمر ديانون صادرون عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد عن العدوان الامريكي البريطاني على بلدنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صادرون عن القوات المسلحة اليمنية قلب الدنيا ابن اللذين يعني عامل قلبان لوحده طيب احنا يا جماعة دورنا فين احنا دورنا فين احنا دورنا ان المراكب اللي رايحة لإسرائيل تخش مصر نفضيها ونعبيها في مراكب من برسعيد ونبعثها لإخواتنا في إسرائيل علشان يأكلوا ويشربوا ونمنع الأكل عن الخوانة العملة الأوساخ اللي هم يعني الفلسطينيين هو ده المنطق بتاع السيسي دلوقتي ان احنا بقى إخواتنا الإسرائيليين واعداءنا الفلسطينيين بنحضر لهم سجن مفتوح في سينة بنطواطق عليهم متفقين عليهم معربنين على دمهم وموافقين على اللي بيحصل فيهم أعتقد الخراب اللي احنا فيه يا جماعة مش مجازي الخراب اللي احنا فيه مصصدفة احنا كل اللي احنا فيه ده جزء من اللي المطلوب ان احنا نبقى فيه أو ان السيسي عايزنا نبقى فيه قبل انه بيسرق وبينهب والناس مش لا يتاكل ويبني نفسه لقصور في كل حتة ويعمل انفاق للهروب وله انا بدأ ويكون طبعا لازم نتفرجوا على الاربع حلقات اللي هي الحلقات الخاصة اللي انا عملها بأصر وتوزيع أصر السيسي هتلاقيهم موجودين على يوتيوب وموجودين عندي على تويتر فأرجو ان هم مايفوتكش وتنشرهم في كل مكان يمكن في يوم الايام نحولها لجامعة فنبقى عارفين الجامعة دي مداخلها ومخارجها فين ونعدي من الايام الزفت اللي احنا شايفينها تحت الحكم العسكري الفاسد العميل الصهيونية في مصر ستسقط الصهيونية وستسقط الحكم الفاسد في مصر واللي احنا فيه ده نهايته ومش في صلاحهم فده كويس زي ما احنا شوفنا وزي ما بنتكلم كل اسبوع اتوسعت الحرب الاطراف اليمن بتضرب ابتدت امريكا وانجلترا من كتر ضربات ما بيردوش او حتى لو ردو ما بيكتبوش عن الردود دي خالص ما بيكتبوش عن الاحداث دي خالص الاولى ان الواحد قاعد متابع المصادر اللي بتيجي من اليمن بشكل مستمر عشان عايز اعرف الناس دي او احنا كلنا عارفين ان هم متابع ايران طبعا فيه ناس تقولك بقى اصل ايران والماد الشيعي والماد اللي مش عارف ايه قال يعني حقوق الشياد المد السني اللي مداخدغ الدنيا واحنا يعني ديكم شايفين السعودية وشارشبها عاملين ازاي الحرب بتتوسع الالبان بيزيد المشاكل السياسية في ازدياد الضغوط لاستمرار نظام بايدن قد تنجح وده تبقى مشكلة كبيرة وترامب برضو بس سواء ترامب فيه حاجة يعني ترامب ده يسلوهم على طرف حارقهم جدا 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 لان هم شغالين ضده بشكل غير شكل مجنون لان هم طبعا يعني التحكم في الجدع اللي موجود دلوقتي التاه ده موضوع سهل جدا لكن لما يقولهم بقى ترامب ابنه صار مقديمة مش عارفوا يتحكموا فيه او يخلص اللي هم عايزينه فممكن يبقى ليهم مصالح مع الاتنين ولكن ده ليهم مصلحة معاه اكتر انا كده وفتلكوا الاسبوع الحرب بتزيد والحرب لسه في ازدياد لسه مستمرين كل اسبوع هنتكلم في اخر الاخبار في اخر التطورات في اخر الاحداث الخاصة بالحرب والصراع بين الشرق والغرب اللي حتما عما ليه تزايد ويعني وعند درجة الغلايان هيوصل بنا الحرب العالمية ربنا يسطر على الفترة اللي جاية فضل اقل من اربع اسابيع على رمضان كل سنوة حضراتكو طيبين ما هواش رمضان حلو السندي اللي بيحصل في غزة ولكن يعني نتمنى ان نوقف الدم الفلسطيني وان احنا نقدر نشوفهم بيكلوا الرجل بتاع البرتقان ده يعني غسل غسل روحي من جوه يعني غسل روحي من جوه واحد قال لي يعني دائما اطقف ورش ومش علي لا انا انا المعنى اللي ورا الرجل ده البلد في حالة غلب وفقر جديد والبيع في حالة توقف شديد والراجل شكله غلبان ما هواش تاجر كبير ما عندوش عربية في سوق الخضاء ده عربية رجل على قده يعني اللي جاء على قد اللي رايح هو يمكن يباعلو اربعة خمسة كيلو قبل ما يعرف الام تمنى كيلو اللي رمى في الهوى ده ولكن هي رمزية ان هو كل ما املك فداكي يا فلسطين مش علشان انا هم اغلى عندي من اهلي ولا اغلى عندي من بلدي ولا اي حاجة علشان انت شايف اخي ليك تحت ازمة قاصبة ازمة ما فيهاش ما فيهاش اه قضية قضية اخلاقية زي ما انا دايما بقول القضية الفلسطينية قضية اخلاقية قبل اي شيء فده ده اللي بيفرق بين ناس وناس ده اللي بيخلي اللي بيدور على نفسه بس او اللي بيدور على مصلحته بس او اللي بيدور على الصح والغلط فين وبيقف معاه اي ان كان هو فين واي ان كان مع مين اه بشكركم على الاسبوع ده خمسة وخمسين دقيقة هو الحمد لله خلصنا كل اللي كنا حابين نقوله اسف على اللغبطة فيه اه مقالة او اتنين حصل فيهم شوية اللغبطة اسف على الديقتين اللي ضئعتهم في النص ولكن انا حاولت ان انا تبقى الحلقة لما كل حاجة لما كل الاخبار وبتوضح الاتجاه اللجسي ميديا او الستابلشمنت ميديا في امريكا ما بين نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووال ستريت جورنل وذي ايكانوميست بيزقوا فيه اه علشان ما يبقاش عندنا مفاجآت ودينا الحمد لله لغاية لقت ما فيش مفاجآت بالنسبة لنا كل حاجة ماشية في السياق واتمنى لكم اسبوع يكون احسن من الاسبوع اللي فات وان ما نشوفش فيه ضحايا ولو انها صعب كل يوم فيه ميت فلسطيني بيموتوا اكتر منه الصوم اطفاله ستات والمأساة مستمرة وخيانة مصر السيسي الصهيونية مستمرة مصر اصبحت دولة صهيونية بتتفق مع اسرائيل على الفلسطينيين وتعمل اي شيء يفيد اسرائيل ومصلحة اسرائيل على الفلسطينيين وعلى المصريين وعلى اي حد خلق ربنا لان الجربوع ده هم دول السند الوحيد في الدنيا شكرا لحضراتكو واشوفكم الاسبوع الجاية شكرا لحضراتكو